تكد تفق شركات المقاولة في مجال الأشغال العمومية والبناء من صدمة عدم استلام المستحقات سنة 2016 حتى اصطدمت بأزمة أعظم أزمة الجزائر السياسية السنة الماضية التي سببت ركوداً اقتصادياً وتوقفاً في الطلب العمومي الذي وقف عمل هذه الشركات فكانت النتيجة غرق الآلاف منها مع المشكلة السياسية التي عرفته الجزائر في 2019 الحق بين المؤسسات الحق ناحية 3600 مؤسسات غلقت 200 وزيادة 200 ألف عمل يعني تسرح وكان مؤسسات التي رأي مازالها كما يقول لك عيشة ورأي تخلص في العمال تحا وعندها مشاكل مع سناديق لكافنوس ولكافنوس ولكافرال ولكافرال كي يغلقوا لهم من القانت التوحم فضلاً عن الشركات التي أهلقت أخرى تعيش أوضاعاً حرجة تجاه صناديق التأمين والضرائم ما جعل القائمين عليها يدعون لتدخل عاجل من الحكومة ولهذا يجب أن يجتماع طريق لكي نحبسهم من هذه الكافة لهم يغلقوا لقانت والإزامب لهم يغلقوا لحساب البنكي لكل مؤسسات لأنهم عندهم مشكلة تسوية وضعيات تتاحهم في الصناديق لازم على الوزير الأول أن أولى رئيس الجمهورية أن يأخذ القرار أنه يحل كل هذه المشاكل لا نستطيع أن نحل كل هذه المشاكل في 24 ساعة لازم نقاش ولازم نقاش يكون بالناء ذهبت آلاف الشركات ضحية ركود اقتصادي غير مسبوق وقد تلحق بها شركات أخرى فما أفسده الوضع الذي مرت به البلاد السنة الماضية لا يزال ينتظر الإصلاح